السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء الصغار كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال هل أنتم مستعدون لنبدأ مادتنا الجديدة وموضوعاتنا المهمة؟ هيا بنا بداية يا صغاري سوف نتعرف على المعلومات التالية الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول ومادتنا هي المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لليوم هو معاني الرموز الإرشادية ومعكم أنا معلمتكم عفراء الترك كذلك معنا أستاذ لغة الإشارة بندر الصالح هذا يا صغاري هو غلاف كتابنا كتاب المهارات الحياتية والأسرية هيا بنا يا صغاري لنسرع بإحضار كتابنا لليوم ما المهارات الحياتية والأسرية أنا واثقة من أن جميعكم قام بإحضاره بشكل سريع وخير ما نبدأ به دائما وأبدا يا صغاري بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعي بداية يا صغاري يوجد في مقدمة كتابنا مجموعة من الرموز وهي ما نسميها بمفاتيح الكتاب لنشاهد ذلك سويا يا صغاري بداية يوجد لدينا رمز عشرون ثلاثون وهي رؤية المملكة العربية السعودية بعد ذلك يوجد لدينا رمز الأنشطة أو النشاط وهي ما سوف نشاهده دائما وأبدا في دروسنا كذلك توجد هذه الأيقونة تدل على التفكير الناقد تليها هذه الأيقونة وتدل على التفكير الإبداعي وحل المشكلات بعد ذلك تليها أيقونة التواصل كذلك يا صغاري هذا الشعار يدل على ماذا؟ شكل خريطة المملكة العربية السعودية يرمز إلى التعاون والمشاركة المجتمعية يليها يا صغاري هذا الرمز يدل على مشاركة أسرة العزيزة كذلك يا صغاري شكل الكتاب يدل على المعلومات الإثرائية بعد ذلك هذا الشكل يا صغاري وهذه الأيقونة تدل على الأناشيد التي سوف نواجهها في كتابنا أيضا يليها الإرشادات العامة وبعد ذلك أيقونتنا الممتعة وهي أيقونة هيا نمرح أخيرا يا صغاري الأيقونة التي تدل على كيف نتعلم بعض الكلمات بلغة الإشارة إذن هذه يا صغاري مفاتيح كتابنا التي سوف نواجهها ونتعرف عليها خلال دروسنا بداية يا صغاري سوف نتعرف على الوحدة الأولى وحدتنا الأولى هي صحة وسلامة سوف نتحدث فيها عن ثلاثة موضوعات وهي معاني الرموز الإرشادية السلامة في تناول الدواء والقامة الصحيحة إذن يا صغاري سوف نتعرف في هذه الوحدة وحدتنا الأولى على ثلاثة موضوعات وهذه يا صغاري واجهة وحدتنا الوحدة الأولى هل وصلتم معي يا صغاري؟ أنا متأكدة من ذلك في دروسنا بإذن الله يا صغاري أول ما نتعرف عليه هو أهداف درسنا لليوم وهي ما يتوقع منا أن نتعرف عليه ونتعلمه خلال درسنا هيا بنا لنبدأ أن يعرف مفهوم الرموز الإرشادية يكتشف الجزء الناقص للرمز من صور أجزائه المعروضة يصنف الرموز الإرشادية المعروضة أمامه يستنتج آثار تجاهل الرموز الإرشادية كذلك أنت يا صغيرتي أن تعرفي مفهوم الرموز الإرشادية أن تكتشف الجزء الناقص للرمز من صور أجزائه المعروضة أمامنا تصنف الرموز الإرشادية المعروضة أمامك وأن تستنتج آثار تجاهل الرموز الإرشادية إذن هذه يا صغاري أهداف درسنا لليوم سوف نتعرف عليها أثناء عرض درسنا هيا لنستمر مقدمة كل درس لدينا مفاهيم رئيسة وهي كلمات مهمة نتعرف على معانيها المفاهيم الرئيسية لدرسنا اليوم هو كلمة الرمز إذن المفاهيم الرئيسية لدرسنا اليوم كلمة الرمز يا ترى ما معنى كلمة رمز؟ استعرضنا قبل قليل ما أسميناه بمفاتيح الكتاب وقلنا بأنها مجموعة من الرموز هيا يا صغاري لنكتشف كيف نعرف كلمة رمز؟ ما هو معنى كلمة رمز؟ أحسنتم تدلنا على شيء أيضاً كذلك ترشدنا إلى شيء مهم أو شيء معين أحسنتم رائعين لنشاهد تعريف كلمة رمز الرمز هو دلالة على شيء معين إذن يا صغاري كلمة الرمز تدل على أو معناها هو دلالة على شيء معين عندما أشاهد رمز معين فإنني أفهم ما هي دلالته وإلى ماذا يشير سوف نشاهد ذلك في خلال درسنا بداية يا صغاري لنفتح الكتاب المدرسي صفحة العاشرة هيا يا صغاري لنستعد ونقوم بتجهيز قلم الرصاص لنفتح كتابنا المدرسي على الصفحة العاشرة هل وصلتم يا صغاري؟ أنا واثقة من ذلك بداية يا صغاري لدينا هذا الرمز لدينا هذا الرمز وكما هو ظاهر أمامنا إنه ناقص يا ترى أي صورة من الصور الموجودة بالأسفل أو أي جزء من الأجزاء الموجودة بالأسفل تكمل هذا الرمز هيا يا صغاري لنفكر ولنتخيل قليلا إذا استخدمنا الجزء الأول يا ترى هل سوف يكمل الصورة الموجودة أمامي؟ أو الرمز الموجود أمامي؟ إذن أو لو استخدمنا الصورة أو الجزئية الثانية يا ترى هل سوف تكمل الرمز الموجود أمامي؟ كذلك الجزئية الثالثة يا ترى هل سوف هي تكمل الرمز الموجود أمامي؟ أم الصورة أو الجزئية الرابعة؟ هيا يا صغاري لنفكر قليلا ولنتخيل كل جزئية نقوم بإلصاقها على الرمز ونشاهد ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم رائعين إذن الجزء الناقص يكمله شكل رقمي أربعة أنتم رائعين إذن لنقوم بتلوين الدائرة أو لنضع أسفل منها علامة صح هيا يا صغاري إذن الجزء الرابع هو الذي يكمل شكلنا الموجود أمامنا يا ترى إذا أكملت الرمز الموجود أمامي ولنفكر قليلا على ماذا يدل هذا الرمز رمز ماذا يا ترى أحسنتم رائعين إنه رمز المملكة العربية السعودية صغاري على ماذا يدل السيفين والنخلة السيفين يدل على القوة أحسنتم والنخلة تدل على العطاء والنماء إذن يا صغاري لنكتب الإجابة الصحيحة أمامنا شعار المملكة العربية السعودية والرمز يعني القوة والرخاء والنماء هيا يا صغاري لنكتب ذلك أسفل السؤال الأخير شعار المملكة العربية السعودية والرمز يعني أو يدل على القوة والرخاء والنماء إذن يا صغاري على ماذا تعرفنا في نشاطنا الأول تعرفنا على الرمز الموجود أمامنا أكملنا الجزء الناقص فيه تعرفنا عليه وهو رمز المملكة العربية السعودية على ماذا يدل على القوة والرخاء والنماء هل كتبتم ذلك يا صغاري؟ أنا واثقة من ذلك عندما أطرح عليكم سؤال يا صغاري رموزنا الإنشادية التي تشبه هذه الرموز الموجودة أمامنا يا ترى أين نشاهدها؟ مرة أخرى يا صغاري أين نشاهد هذه الرموز الإرشادية؟ أحسنتم رائعين نحن نشاهدها في الطرقات كذلك أحسنتم نحن نشاهدها في المنتزهات العامة أيضاً في المراكز التجارية أنتم أذكياء إذن يا صغاري نحن نشاهد الرموز الإرشادية في أماكن مختلفة ونلاحظ أن البعض منها يأخذ شكل الأشكال الموجودة أمامنا فبعض منها يكون بشكل مثلث والبعض منها يأخذ الشكل الدائري كذلك بعض منها يأخذ الشكل المربع يا ترى ما هو الفرق؟ هل هناك فرق؟ أم أن كلهم في النهاية رموز إرشادية؟ أحسنتم بالتأكيد هناك فرق لنشاهد هذا الفرق بداية يا صغاري إذا كان الرمز الإرشادي يأخذ الشكل المثلث فهذا يدل على أنه لوحة تحذيرية وكأنه تنبيه إذن يا صغاري إذا كان الرمز الإرشادي يأخذ الشكل المثلث فهذا يدل على أنها لوحة تحذيرية كما هو الشكل الموجود أسفل منها أيضا يا صغاري ننتقل إذا كانت الرموز أو الرمز الإرشادي يأخذ الشكل الدائري فهذا يدل على أنه لوحة إلزامية لا بد أن أتبع ما هو موجود أو معنى هذه اللوحة مرة أخرى يا صغاري إذا كان الرمز الإرشادي يأخذ الشكل الدائري فهذا يدل على أنه أو أنها لوحة إلزامية لا بد لي أو أن الواجب لي أن أتبع ما يوجد أو معنى هذه اللوحة الإرشادية كما هو المثال الموجود أسفل منها أيضا يا صغاري إذا كان الرمز الإرشادي يأخذ الشكل المربع يا ترى على ماذا يدل؟ تدل على أنها لوحة إرشادية تنبهنا بما هو موجود أمامنا إذا يا صغاري إذا كانت الرمز الإرشادي يأخذ الشكل المربع فإنها تدل على أنها لوحة إرشادية كما هو المثال الموجود أسفل منها إذا يا صغاري لنبدأ من اليوم التركيز على اللوحة الإرشادية أو الرموز الإرشادية التي نشاهدها في حياتنا اليومية ونرى بأن بعض الرموز الإرشادية تأخذ هذه الأشكال إذا كانت مثلثة فهي لوحة تحذيرية وإذا كانت دائرية فهي لوحة إلزامية وإذا كانت مربع فهي لوحة إرشادية إذن يا صغاري عندما نسير من اليوم في الطرقات أو في المنتزهات العامة فلنقم بمشاهدة الرموز الإرشادية ولنفهم معناها جيدا ما زلنا يا صغاري في الكتاب المدرسي ولكن سوف ننتقل إلى الصفحة الحادية عشر هيا يا صغاري ما زلنا في كتابنا المدرسي الصفحة الحادية عشر صغاري أمامنا رمز من الرموز التي تعرفنا عليها قبل قليل وأسميناها مفاتيح الكتاب يا ترى على ماذا يدل هذا الرمز من يذكر؟ من تذكر؟ أحسنتم رائعين إنه يدل على مشاركة أسرتنا العزيزة هيا يا صغاري الآن سوف نطلب مشاركة أسرتي الغالية أبدأ اليوم دراسة درس جديد أتعلم فيه الرموز ومبادئ السلامة وهذا نشاط نسعد بتنفيذه أسرة واحدة مع وافر الحب ابنكم ابنتكم النشاط هو عزيزي الأب عزيزتي الأم ساعد أبنائكما على استكمال هذا الرمز ثم ابحثا عن دلالته في مشروع الرؤية الوطنية نيو هيا يا صغاري لنقم بتجهيز قلم الرصاص والرسم على النقاط الموجودة أمامنا ولنطلب مساعدة أسرتي في ذلك هيا يا صغاري أنا في انتظاركم إذن يا صغاري في هذا النشاط سوف نأخذ قلم الرصاص ونقم بالرسم على النقاط الموجودة أمامنا لنرى ما هو الرمز الظاهر أمامنا يا ترى وعلى ماذا يدل سوف نطلب مساعدة أسرتي الغالية أنا متأكدة من أن جميعكم قام بحله وطلب المساعدة من أسرتي لأنكم رائعين ولكني سوف أساعدكم في ذلك صغاري ظهر لدينا أخيرا هذا الشكل وهذه الدلالة وهذا الرمز يدل على مشروع الرؤية الوطنية نيوم لنشاهد يا صغاري على ماذا يدل لنركز سويا رمز النباتات هنا يدل على البيئة رمز البصمة هنا يدل على الفنون ورمز المربعات الزرقاء هنا تدل على الطاقة أيضا رمز الدوائر هنا يا صغاري تدل على الاتصالات وأخيرا الشبكة الرقمية هنا تدل على التكنولوجيا إذن يا صغاري هذا هو شعار مشروع الرؤية الوطنية نيوم وقمنا بتفسيره سويا إذن الجزء الأخضر هنا يدل على البيئة والجزء الموجود هنا البصمة يدل على الفنون والمربعات الزرقاء تدل على الطاقة الدوائر الحمراء تدل على الاتصالات وأخيرا يا صغاري الشبكة الرقمية هنا تدل على التكنولوجيا هل انتهينا من ذلك يا صغاري؟ أنا واثقة من ذلك ما زلنا يا صغاري في الكتاب المدرسي ولكن سوف نقوم بقلب الصفحة ولننتقل سويا إلى صفحة 12 هيا يا صغاري أنا في انتظاركم لنقوم بالانتقال إلى الصفحة الثانية عشر لنركز سويا يا صغاري هنا لدينا رمز أيقون تعرفنا عليها بداية الكتاب أحسنتم تدل على أنه يوجد لدينا نشاط سوف نقوم بحله سويا يا ترى ما هو السؤال؟ أشارك زملائي في الإجابة عن لماذا تستخدم الرموز الآتية؟ هيا بنا يا صغاري نريد الآن أن نكتشف وأن نتخيل أننا شاهدنا هذه الرموز عندما نشاهدها ماذا يتبادل إلى ذهني؟ على ماذا تدل يا ترى؟ هيا بنا يا صغاري لنبدأ الرمز الأول بداية يا صغاري هذا الرمز يأخذ الشكل؟ أحسنتم رائعين يأخذ الشكل المثلث يا ترى على ماذا يدل؟ هل هو تحذيري؟ إلزامي؟ إرشادي؟ أنتم رائعين بداية تعرفنا على أنه تحذيري يا ترى يحذرني من ماذا؟ هيا بنا لنفكر الرمز الأول يأخذ الشكل المثلث إذن هو تحذيري يحذرني من ماذا يا ترى؟ أحسنتم رائعين أعمال حفر إذن لنقم بالكتابة سويا يا صغاري بداية التحذير ويدل على تحذيري من أعمال الحفر هيا يا صغاري لنقم بالكتابة أمام كل رمز من هذه الرموز بعد ذلك يا صغاري ننتقل إلى الرمز التالي الرمز التالي يأخذ الشكل يأخذ الشكل الدائري أحسنتم يا ترى هل هو تحذيري؟ هل هو إلزامي؟ أم إرشادي؟ أحسنتم رائعين إنه إلزامي تعرفنا على ذلك من الشكل الدائرة يا ترى يلزمني على ماذا؟ هيا بنا لنفكر نشاهد الرمز الموجود أمامنا يلزمني بماذا يا ترى؟ أحسنتم رائعين إذن يا صغاري إلزامي ممنوع تناول الطعام في هذه المنطقة أو ممنوع الدخول بالطعام إلى هذه المنطقة إذن يا صغاري عندما نشاهد هذا الرمز يدل على ممنوع من الممنوع أن نتناول الطعام أو نحضره في هذه المنطقة ننتقل إلى الرمز التالي يا ترى يأخذ الشكل يأخذ الشكل المربع وعلى ماذا يدل؟ تحذيري إلزامي إرشادي أنتم رائعين إنه إرشادي يا ترى على ماذا يرشدوني؟ هيا لنفكر على ماذا ترشدوني هذه الصورة؟ منطقة منطقة ذوي الاحتياجات الخاصة أنتم رائعين إذن هذه رمز إرشادي منطقة عبور ذوي الاحتياجات الخاصة إذن يا صغاري تعرفنا على ثلاثة رمز إرشادية وعرفنا مدلولاتها بداية المثلث يدل على أنه تحذيري يحذرنا من أن المنطقة الموجودة أمامنا يوجد فيها أعمال حفر كذلك يا صغاري الشكل الدائري يدل على أنه إلزامي يلزمني بماذا؟ بأنه من الممنوع تناول الطعام أو إحضاره في هذه المنطقة كذلك يا صغاري تعرفنا على الرمز الثالث يأخذ الشكل المربع وهذا يدل على أنه إرشادي أرشدني بماذا؟ بأن هذه المنطقة منطقة عبوري ذوي الاحتياجات الخاصة صغاري سؤالي الآن ماذا لو تجاهلت هذه الرموز؟ ماذا يحدث عند تجاهل هذه الرموز؟ أو غيرها من الرموز؟ إذا سرت في الطرقات أو زرت المراكز التجارية وتجاهلت تماما هذه الرموز الإرشادية يا ترى ماذا سوف يحدث؟ لنتخيل ذلك يا صغاري إذا كنا نسير في طريق ما وشاهدنا هذا الرمز وتجاهلناه ماذا سوف يحدث؟ أو إذا كنت في أحد المراكز التجارية وشاهدت هذا الرمز وتجاهلته وقمت بتناول الطعام أو يا صغاري إذا شاهدنا هذا الرمز في أحد الطرقات ولم نعره أي اهتماء ماذا سوف يحدث يا ترى؟ وكأني أسمع إجابات صحيحة نعم نقع في المشكلات أنتم رائعين إذن يا صغاري الإجابة هي التعرض للحوادث والمشكلات إذن يا صغاري أول ما نقع فيه هو التعرض للحوادث والمشكلات لنفترض بأننا كنا نمشي في طريق وكان هذا الرمز موجود أمامنا بأنه يوجد لدينا أعمال حفر ولكننا لم نعره أي اهتمام ونكمل طريقنا ماذا سوف يحدث؟ سوف نقع في المشكلات سوف نقع في الحوادث لذلك يا صغاري لا بد أن نهتم بشكل جيد جدا على هذه الرموز الإرشادية كذلك إذا لم نقع في المشكلات والحوادث يحاسب من يتجاهل هذه الرموز الإرشادية إذن يا صغاري ما هي العواقب؟ ماذا يحدث عند تجاهل الرموز الإرشادية؟ التعرض للحوادث والمشكلات كذلك يا صغاري يحاسب من يتجاهل هذه الرموز الإرشادية إذن يا صغاري نحن واعيين مثقفين أذكياء لا نتجاهل هذه الرموز الإرشادية دائما وأبدا إذن تعرفنا على بعض الرموز الإرشادية وتعرفنا على معانيها وتعرفنا كذلك ماذا لو تجاهلنا هذه الرموز الإرشادية؟ هل قمتم بالكتابة يا صغاري؟ أنا واثقة من ذلك صغاري وصلنا الآن إلى نهاية درسنا لليوم أتمنى من أننا جميعا استفدنا واستمتعنا خلال درسنا أراكم بإذن الله في حصصنا القادمة إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء